كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والسمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الرابعة ووسام محمد بن راشد لدعم البحث العلمي تقديرا لإسهاماتهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات العلمية وذلك خلال استقبال سموه للفائزين في قصر زعبيل بدبي وقد أكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تولي العلم والعلماء كل الاهتمام والعناية ولا تدخر جهدا في سبيل تنكينهم من القيام برسالتهم على الوجه الأكمل باعتبارهم ثروة وطنية كبيرة تستحق كل الدعم والرعاية وقال سموه العلم هو عماد الحضرة وأساس رفعة الأمم وراكزة تقدم الشعوب ورقيها وبالعلم نشيد جسورا راسخة نعبر بها إلى المستقبل الذي ننشده للأجيال القادمة فالنهوض بقدراتنا العلمية هدف استراتيجي نستثمر فيه لنجلي ثماره إنجازات تعزز الرياضة الإماراتية في مختلف المجالات وأضاف سموه إعلاء دولة الإمارات لقيمة العلم واحتفائها بالعلماء وتشجيعها لكل صاحب فكر يقدم من خلاله إضافة تخدم الإنسان وتمنحه الأمل في غد أفضل جعلها وجهة مفضلة استقطبت أفضل العقول والكفاءات العلمية والمواهب المبدعة من حول العالم ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تحفز البحث العلمي وتسهم في تخريج أجيال من العلماء والباحثين الإماراتيين يكون لهم دور إيجابي ملموس في دفع مسيرة التطوير والتنمية في دولتنا والمنطقة والعالم حضر الاستقبال والتكريم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم الرئيس مجلس دبيل الإعلام ومعالي محمد بن عبدالله قرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سارة بن تيوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس علماء الإمارات سعادة أعمران شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة قدمة